لطالما أطاح نظام أسد بضباط ومسؤولين كبار تابعين له لأسباب عدة إما لانتهاء مهمتهم أو إدراجهم ضمن المطلوبين دولياً في جرائم ضد المدنيين خلال سنوات الثورة السورية أو ريبته من صعود نجمهم واهتمام جهات إقليمية بهم وتتمثل الإطاحة إما باغتيالهم أو إعفائهم من مناصبهم وهذا ما حدث مع اللواء جميل حسن رئيس ميليشيا المخابرات الجوية إذ كشفت صفحات الموالية عن تغييرات طالت مراكز قيادية وأمنية حساسة في كل من إدارتي المخابرات الجوية والمخابرات العامة على رأسها إعفاء الحسن وأشرت المصادر إلى أن اللواء غسان جودة إسماعيل تسلم منصب إدارة المخابرات الجوية خلفاً للواء جميل الحسن المشهور بدمويته واستعداده اللامتناهي للإجرام والذي أعفي من منصبه بعد أيام على تمديد خدمته عاماً إضافياً وشملت التغييرات شعبة المخابرات العامة أيضاً إذ تم تعيين اللواء حسام لوقة بدلاً من اللواء ديب زيتون فيما تم تعيين اللواء ناصر العلي كرئيس لشعبة الأمن السياسي خلفاً لحسام لوقة وذكرت مصادر موالية للنظام أن الأسد عين اللواء علي مملوك نائباً له للشؤون الأمنية وحل اللواء ديب زيتون محله في رئاسة مكتب الأمن الوطني وبالعودة لجميل حسن الذي تم التنحيته بشكل نهائي فقد أدرج على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى جانب مسؤولين آخرين منذ عام 2011 كما تبعته أمريكا أيضاً بسبب الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين من تعذيب وتنكيل وقتل وهو صاحب المقولة المشهورة بعد انطلاق الثورة أنه مستعد لقتل مليون سوري وسيذهب إلى محكمة لاهاي بنفسه وصدرت أول مذكرة توقيف دولية بحق شخصيات تابعة لنظام أسد والتي طالت جميل حسن في حزيران 2018 بعد شكوى جنائية قدمها معتقلون سابقون إلى الادعاء العام الألماني وكانت مصادر إعلامية تداولت أنباء عن تدهور حالة حسن ذو 66 عاماً الصحية ونقله إلى المستشفى مرتين خلال أيام القليلة الماضية فهل هذا ما أجبر بشار الأسد على الاستغناء عن مجرم اشتهر بالوفاء له حقاً في حين عازت مصادر أخرى أن مهمته انتهت وقد حان وقت التخلص منه كما فعل الأسد بكثير غيره